نظم دائرة المالية المركزية بالشارقة لقاء تعريفيا للجهات الراغبة بالمشاركة في الدورة الخامسة من جائزة الأداء المالي المتميز 2021 الهدفة إلى تكريم الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية المتميزة ماليا إضافة إلى الأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي جائزة الأداء المالي المتميز التابعة للدائرة المالية المركزية بالشارقة ها هي تستعد لإطلاق دورتها الخامسة من خلال لقاء تعريفي جمع الراغبين بالمشاركة في هذه الدورة من الجهات والمؤسسات الحكومية المستهدفة وذلك في مسرح مجمع القرآن الكريم بالشارقة ومنذ إطلاق دورتها الأولى عام 2017 لا تزال الأمانة العامة للجائزة تعمل على تحديث وتطوير جميع عوامل التميز المالي من تلك الجهات مع تحديث معاييرها ومؤشرات قياسها بهدف إضافة مزايا جديدة وإشراك جهات جديدة هذه الجائزة تميزت في هذه الدورة بعدة مزايا أولا انضمام الجهات الأميرية كنوع من الجهات الجديدة الموجودة عندنا في الحكومة وأيضا انضمام الجهات التعليمية الموجودة في الإمارة وإن شاء الله نطلع في الدورة الساسية انضمام جهات نوعية أخرى فيما يخص الفئات النوعية الجديدة الموجودة في الدورة الخامسة وهي الجهة الرائدة في تطبيق معايير التدقيق والرقابل المالية الجائزة في دورتها الخامسة تشمل 17 فئة ضمن ثلاثة مستويات الفئات المؤسسية المتميزة والمشاريع المتميزة والفئات الفردية المتميزة مع مراعاة تطبيق معايير الأداء المالي والموازنات والحسابات والمشتريات والإيرادات والتدقيق والرقابة المالية إلى جانب مشاريع ترشيد النفقات ومشاريع الابتكار المالي لتحقق تلك الفئات المزيدة من التنافس بين الجهات المشاركة الجائزة تخلق جوة من التنافس بين إدارات الحكومية لحكومة الشارجة هذا يساعد على تطوير العمل ووضع خطط وبرامج تشغيلية تساعد على تلافي أي مشاكل أعتقد حتى تميز الموظفين ساعد على تميز المؤسسة نفسها شاركت دائرة الطهيران المدني في الجائزة شاركنا الحمد لله مرتين تمت مشاركة في الدورة الثالثة والدورة الرابعة وإن شاء الله سيتم مشاركة في الدورة الخامسة حصدت الدائرة على خمس جوائز من إجمال المشاركات الاثنين ثلاث جوائز مؤسسية وجائزتين من الفئات الفردية هذا وسيبدأ التسجيل في الجائزة بين الثاني والعشرين من أغسطس الجاري وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر القادم من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في بداية عام الفين واثنين وعشرين لتكون تلك الجائزة تقديرا لجهود المكرمين في دعم خطط الحكومة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام وتعزيز التنمية والإزدهار بالإمارة إذن جائزة الأداء المالي المتميز هي فرصة لترسيخ ثقافة التميز وتطور الفكر المالي على الصعيدين الإجرائي والعملي في مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة في أخبار الدار فايزة الضرحاني الشارقة